هذا الموضوع فيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع وأحكام الضمان هو موضوع جده هام الكثير من المشاهدين الكرام والمستهلكين يستصغرون فكرة خدمة ما بعد البيع والضمان خاصة عندما يتعلق الأمر بشراء بعض الأمور الصغيرة أو العمليات الشرائية الصغيرة لكن خدمة ما بعد البيع والضمان هي من أهم الأحكام التي يجب أن يراعيها المستهلك في عملياته الشرائية وفي العملية الاستهلاكية ككل عندما نتحدث عن خدمة ما بعد البيع اللي هي سيرفيس أبريفونت عندما يقوم المستهلك بشراء سلعة ما بغض النظر عن كيفيتها وطبيعتها يجب أن يضمن الباعة لتلك السلعة اللي هو التاجر يجب أن يضمن القطع الغيار الصيانة التصليح لهذا المنتوج ولكن هذا شيء غائب في الجزائر هو المفوض يكون هذا الأمر لأسف الشديد كما تفضلت هو نقص في المجتمع الجزائري نقص في المجتمع بالصرح ما شي الجامعي يقدم الخدمة ما بعد البيع أكيد نحن نتأمل بأن يكون نصل إلى خدمة ما بعد البيع الصحيحة والحقيقية في الميدان لكننا للأسف الشديد نعيش الواقع وهو فقدان هذه الخدمة أو فقدان هذا الحق من حقوق المستهلك في هذا الواقع نتيجة لغياب أيضا من جهة من عدم حس المسؤولية لعند بعض التجار ومن جهة أخرى غياب هذا الحق لدى ذهن المستهلك أو عدم معرفته بحقوقه خاصة هذا الحق عندما تكلم عن خدمة ما بعد البيع قلت بأنها هي ضمان التاجة لعملية التصليح وعملية تقديم قطع الغيار لسلعة ما أو منتوج ما أيضا يتعلق الأمر بالخدمات يعني الأمر لا يتعلق فقط في المنتوجات المحسوسة بل أيضا ينتقل إلى الخدمات الخدمة عندما يتم تقديم خدمة معينة يجب على الباع أو مقدم الخدمة أن يضمن ما بعد بيع أو ما بعد تقديم هذه الخدمة من إصلاحها